يعني كتير من أولئي الأمور في الأول كانوا مهدودين والولاية كانوا مهدودين من فكرة التقييمات بعدما دخلنا بعد أول شهر ما انتهى أعتقد أن الموضوع الناس بتخف من اللي مش عارفاه بعدما دخلت في الموضوع أكتر وعرفت أنه بيشيل من عليهم تسك من ليلة الامتحان أو بيشيل من عليهم مجهود ليلة الامتحان أعتقد أن الموضوع بقى أكتر تقبلاً لو حركت تشرح لنا أكتر إيه ممكن تكون فقود وغير بس موضوع ليلة الامتحان خلينا نقول أنه التقويم أنواع يعني إحنا عندنا عملية التقويم الجيدة والمطلوبة طربويا لابد أن تكون مستمرة نحن نقيم أم نقوم إحنا الأول بنقيس وبعد كده بنقيم وبعد كده بنقوم التقويم هو مرحلة أعم وأشمل من التقييم اللي بيحصل دلوقتي بقى اسمه تقييمات وأنا بحية حضرتك على الملاحظة دي اسمه تقييم يبقى اسمه تقييم لو استفدنا من هذه النتائج في علاج مشكلات النظام التعليمي يبقى هنا عملنا عملية التقويم عملية التقويم هي عملية زي ما قلنا مستمرة بتبدأ من قبل حتى بداية البرنامج التعليمي إلى ما بعد الانتهاء من البرنامج التعليمي النوع ده من التقويم اللي بتطبقوا دلوقتي وزارة التربية والتعليم بنسميه إحنا علميا كده اسم التقويم التكويني اللي هو مصاحب لكل جزئية من جزئيات المنهج يعني له أساس علمي له أساس علمي إحنا تعودنا منذ فترة طويلة في نظامنا التعليمي أن التقويم ده بس بيكون في نهاية العام الدراسي علشان أخلي بعض الطلاب ينجحوا ويدخلوا السنة الأعلى وبعض الطلاب محتاجين يعيدوا السنة وهكذا يعني لتصعيد الطلاب للمراحل الدراسية العالية وفقط لكن علميا التقويم بيستخدم لتحقيق العديد من الأهداف الطربوية وعلى رأسها تحفيز الطلاب لو أنا بدرس حاجة من الحاجات وما فيش أي تقييم بيتعمل لي وما فيش أي إجراء بيتخذ للتأكد من مدى استيعابي ولا لأ غالبا مش هيبقى عند الدافع أن أنا أنجز الإنسان بطبيعته بيحب المنافسة وبيحب الإنجاز وشعوره بالإنجاز ده بيخليه يشعر بالسعادة ويخليه لكن بيحب المتابعة كمان أنه حد يكون متابعه يعني المشاعر الإيجابية دي شعوره بالإنجاز والفخر والسعادة بتخليه أصلا قدرته على التحصيل تعلى ويبقى تحصيله الدراسي مرتفع فدي أول حاجة الحاجة الثانية إحنا عندنا تقييم ليه أو تقويم ليه علشان عندنا فروق فردية صحيح العلاقة بين الفروق الفردية والتقويم علاقة تبادلية لو ما فيش فروق فردية مش محتاجين التقويم والتقويم من ناحية أخرى بيساهم في الكشف عن الفروق الفردية دي علشان أصنف الطلاف في فئات وده متفوق وده متوسط التحصيل وده منخفض التحصيل التفصيلات دي بنقدر نعرفها من خلال العملية التقييم وأنا الحقيقة ببقى عايز أعرفها ليه أنا عايز أعرفها علشان أساعد الطالب عندنا كتير جدا برضو من المشكلات بيتم اكتشافها من خلال التقييم التكويني ده يعني طالب عنده صعوبة التعلم طالب عنده مشكلة في النظر طالب عنده مشاكل في السمع طالب عنده تأخر دراسي لسبب مثلا وجود خلافات أسرية أو إهمال من الوالدين أيا كان السبب ده غير صعوبات التعلم يعني طالب موهوب ومحتاج رعاية خاصة كل هذه الفئات من الطلاب إزاي أنا هقدر أتعرف عليها وأقدر أكتشفها إذا لم يكن باستمرار في عملية تقييمية بتتم بالتزامن مع تقديم الدرس إذن النظام اللي طبقته وزارة التربوي والتعليم في هذا العام من تقييمات يومية وتقييمات أسبوعية وتقييمات شهرية وبلا شك يعني حاجة مش جديدة علميا وحاجة مهمة جدا تربويا ولكن يعني برضو عشان برضو يبقى إحنا طبعا عارفين أن التعليم ده نشاط إنساني معقد جدا وبيتأثر بالعديد من المتغيرات دي من جهة عندنا برضو أي خطة التطوير لازم تكون مرنة عشان تستوعب المستجدات والتغيرات اللي بتحصل باستمرار فكون إن إحنا نعدل فيه طريقة تناولنا لموضوع التقييمات ده ده شيء مش ضد العملية التعليمية ولكن فيه صميم مرونة العملية التعليمية